السائلة التي سألت وقالت نعيش او في مكان صحراوي تعرضين للكلاب والثعالب اي حاجة بالربية في البيت بيجي يكلوها نقول للسائلة الكريمة بتسأل من الاخر يجوز لنا قتلهم او سمهم لا يجوز ما لم يؤذونكم من بيؤذونهم يا شيخ حضرتك احكمي غلق المكان يعني سوربي طيور او اي شيء في مكان ما في البيت نحكم غلقه المنافس بتاعته وسلك ويعني ما حدش يعرف يدخله غيرنا احنا خلاص متى يجوز لكم قتلهم اذا كانوا يتعرضون لكم انتم واذا كانوا عقورين كلب عقور ومؤذي ويهجم على البيت هنا يجب ان ندافع على انفسنا ونحمي ابناءنا لكن للوصف الذي سألتيه لا يجوز علينا ان نحكم غلق قلبة نفس الكلام معظم اخواننا في الريف بيشتكوش نفس الشاكوة لان معظم بيوت الريف مفتوحة على بعض والباب مفتوح ليل ونهار اللي عند النوم بيقفلوا فقط لغير فالقطة والكلاب احاجات كتير بيخشوا يأكلوا الحاجات وهكذا لهم لا لا يجوز احكموا غلق مكانك مكانكم بارك الله تعالى فيكم